اليوم البعض خلينا نتحدث عن جانب مهم جداً في جزئية المنتخب العراقي أنت قلت تجديد بالمنتخب الإماراتي وقلت كوري أيضاً فيها تجديد أيضاً ومستوى هابط المنتخب العراقي زي مور بيها مرحلة وين نقدر نقول عليها؟ كل المنتخبات من تريد تجدد جدد أنت أنا ما نشعر بيها ليش؟ يعني أنت حضرتك بعد ثلاث سنوات هم يحسبوها بعد ثلاث سنوات هم يبدون يعدون لعب مكانك أو لاعبين يبدون شوي شوي وهكذا بس من يعدوهم ما يعدوهم يعني بس بالدوري أو بس بالتدريب لا يعدوهم خلوهم يشاركون بارات على مستوى عالي حتى لو يخسروا النتائج يخسروا الوقت ما عتم أي مشكلة احنا على طول في حالة تجديد احنا ما مستقرين لحد الآن صحيح أكو استقرار بس فترة كاتنج استقر كاتنج وكاتنج أخذ أكثر فترة اللي هي تقريباً سنتين وثمنت شهور وهذا جيد جداً أكون صريح معك لكن حتى كاتنج هم كان ما مستقر يعني إنه بعض اللاعبين مثلاً عندنا جستن صارت معه مشكلة وجستن مفيد جداً حقيقة بحكم كلاعب نوعيته مختلفة يعني طريقة اللعب مالته لكن إحنا الآن أنا وجدت نظري الآن إجاء مدرب آخر هم عنده قناعات مختلفة وهم بدي يغير فإذن كل ما تغير مدرب كل ما تغير فكر يبدي يغير نوعية اللاعبين وأنا أعتقد هي تأثر على المنتخب الوضعي هبوط مستوى اللاعبين الكبير يعني إحنا دعنا نشوف أكو هبوط يعني أوكي اللاعبين تعرضوا للضغوطات لكن أيضاً هناك هبوط حاد بالمستوى صحيح شنو أسبابك كابتن أنت متابع وتعرف أنا يعني مو دفاعاً عن اللاعبين ولا أريد يعني ألوم اللاعبين هناك هبوط كبير بمستوى اللاعبين إحنا أنا لازم كل جراسة أكو اللاعبين وما نفسهم أو جلهم كانوا مع كتنش نعم قدم مستوى طيبة أكو اللاعبين مع كتنش يعني وصلوا للضربة بأفضل حالات بضبطي نعم ليش مع هذا المدرب لم يقدموا المستوى أو المستوى الفردي لللاعبين لأن كل ما يقدم اللاعبين لعبين ثاني وإنت كل واحد يقدم مستوى حقيقي بالمحصلة النهائية يكون الأداء مستوى عالي بوهم الفرق كمنتخب بضبط فقصدي أنا هنا يجب أن تهتب أو يجب أن تلوم أو يجب أن ترجع تدرس اللاعب عليه أن يراجع نفسه حتى لا يقوله أن بس الجمهور يريد لاعب جيد ويريد مستوى على طول مستوى عالي الجمهور هملة سمل كاتم وصل مرحلة الملل يريد يشوف انتقبه يأخذ بطوله ويريد يشوف انتقبه كأس العالم بس أنا أخرى سأضرب يعني أنا سأألونكم همة لأنه الإعلام يوصص صورة للمشاهد وللجمهور أنه إحنا أفضل من المنتخبات الأخرى والله أمري ما حدشت أني بها لا منتقب والله وعلي من الإعلام هم ما يتحدث مو الكل لا أبدا أبدا أكون جزء يوصص سواء بقصد أو بدون قصد فعندما تصل هذه الفكرة أنه إحنا أفضل من هذا المنتخب هذا المنتخب ولازم يتأهل بسؤولة كأس العالم ولازم الجمهور والمشاهد يصبح عند انطباع يصبح عند انطباع فعندما يقدم أي لاعب مستوى غير جيد يقولك شون دول اللاعب فصير ضغوطات على اللاعبين أنا وجد نظري حقيقة اللاعبين صحيح أكو هبوط مستوى اللاعبين عليهم من يراجعون نفسهم وهذه حالة طبيعية في بعض الأحيان صير دروبي يعني صير هبوط بمستوى اللاعبين بس عليهم من يعودون لأن هذا ليس مستواهم الحقيقي وعلى المدرب بس هاي النقطة على المدرب هذا المدرب الجديد أدفقات علي أنه يضع ثقته بهؤلاء اللاعبين التغييرات المستمرة راح تخلي حتى يعني ثقة اللاعب تنهز يقولك بسرع أضرب لك أقولك كلمة جوزية أنت موبالك يعني من يطلع واحد من الاتحاد ويقول احنا لحد 2030 عدي الله نصعد يسعى يعني ما معناه احنا ما راح نصعد به والله نحذر وهذا تصريح للكابتون يونس هذا موضوع خطأ تقول احنا كل سنة ننافس على السعود احنا كل تصفيات لازم عينه أني ننافس ايه شنو أنا ننتظر لألفين وتلافين لكن كابتون نسأعني أربطها الكامل تذكرت من استلمت خليني أربط شي بشي قلت احنا قاعد نبني فريق اليوم واليوم وكل تذكر أشكل على هذه الكلمة التي قلتها في تصفيات قال لك كابتون شون تبني فريق في تصفيات كأس العالم وجهة نظرك في تلك الفترة ما هي كانت أول شي المنتخب منتخبنا في تلك الفترة تأحل بعد تالنت نعم كان في المركز الثاني وبصعوبة وبصعوبة فأنا شنو قلت قلت أكوي تغيير بعض اللاعبين وأكوي منافسة فأنا بالنسبة لي ما أعد أحد بالتأهل كأس العالم لكن أخلق فريق منافس نعم النافسنا صعدنا خيرا على خير إذا ما نفسنا عندنا بطولة أم آسي لأننا نحن موقعين ثلاث سنوات ثلاث سنوات أقول أنا كمدرب علي أن يوقع ثلاث سنوات حتى الخطة ما أنت تكتمل تكتمل الخطة ما أنت نعم فأني مع المدرب حقيقة ولا يمكن أن أتكلم بموضوع مواقعي لأنه نحن عندنا تراجع وأكو تطور بالمنتخبات التي موجودة في الساحة يعني أنت لا تعتقد نحن نضرتني شوية للخلف وعلى أبو إحنا صعد من الكأس العالم ويطلع أي واحد إحنا صعد من الكأس العالم حبيبي صعد كأس العالم هي مرة وحدة والفرق الأخرى كانت ليس بهذا المستوى نعم يعني الفريق السعودي والفريق القطري والفريق الإماراتي والفريق العماني ليس بهذا بعيدا عن الفريق الكوري والفريق الإيراني والفريق الإسترالي المراتب الأولى حقيقة فأنت عليك أنه تعمل حتى تصل لهذا المستوى حتى تقدر قل الآن أصعد الكاسي الآن